بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته أحييكم أطيب التحية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الهداة والأبرار والذي نتناول أو سنتناول فيه بعض المعالم المهمة من شخصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام كما أحيي ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ طالب الهزاعي الأستاذ في الحوزة العلمية والخطيب الحسيني المعروف أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ وحياكم الله أهلا وسهلا وبارك الله فيكم وحياكم الله الله يحييكم وحفظكم وأهلا ومحبا بكم مرة أخرى ضيف الكريم على قناتكم قناة المعارف الفضائي جزاكم الله خير بارك الله فيكم أريج من الأخلاق المحمدية قال مؤلف كتاب عمدة الطالب كان موسى الكاظم عليه السلام عظيم الفضل رابطة جأش واسع العطاء وكان يضرب بجوده المثل ويقولون عجبا لمن جاءته صرة موسى فشكل قلة وقال الشيخ المفيد في الإرشاد ولم يرى في زمانه أسخى منه ولا أكرم ولا أكرم نفسا وعشرة وكان أعبد أهل زمانه وأوراعهم وأجلهم وأفقههم واستمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره ثم قال وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقب حتى تطلع الشمس وكان أوصل الناس لأهله ورحمه وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنبيل فيه العين والنقود والدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو أي كان عليه السلام يتخفى كآبائه عليهم السلام في عطايا جزيلة وقال الحافظ الحلبي كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم صوتا بالقرآن فكان إذا قرأ تحزن وبكى وبكى السامعون لتلاوته وكان أجل الناس شأنا وأعلاهم في الدين مكانا وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا قد قصه الله بشرف الولاية وحاز إرث النبوة وبؤيا محل الخلافة سليل النبوة وروا أبو الفرج في مقاتل الطالبيين بسنده عن يحيى بن الحسن قال كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير وكانت صراره ما بين الثلثماء إلى المائتين إلى المائة دينار إلى المائة دينار وكانت صرار موسى مثلا وروي أنه عليه السلام مر برجل من أهل السواد دميم المنظر فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طويلا ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت فقيل له يا ابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج فقال عليه السلام عبد من عبيد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله يجمعنا وإياه خير الآباء آدم وأفضل الأديان الإسلام ولعل الده يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزقو عليه متواضعين بين يديه حياكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المخصصة عن إمامنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه وحيا الله أيضا ضيف البرنامج سماحة الشيخ طالب الخزاعي فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أهلا وسهلا وحياكم الله وزادنا وإياكم الله سبحانه وتعالى شرفا وعزا وكرامة ببركة أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين سلام الله عليهم أجمعين حياكم الله سمحت الشيخ عادة وعودتنا أيضا جنابكم أنه نبدأ في بداية حريثنا عن الإمام أي إمام من الأئمة سلام الله عليه وما أئمته للبيت نبدأ بالبطاقة الشخصية للإمام سلام الله عليه والتعريب بهذه الشخصية العظيمة فكيف تعرف لنا الإمام سلام الله عليه الإمام الكاظم وللمشاهدين الكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه شرف عالم الوجود في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 128 هجرية وولد في الأبواء والأبواء هي منطقة أو مدينة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة واتفاقا أن أولادة الإمام الكاظم عليه السلام كانت بعد إتمام مراسم الحج لأبويه الإمام الصادق عليه السلام وكذلك لوالدته المقدسة السيدة حميدة مصفات سلام الله عليها عندما وصل ورجع الإمام عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام والعائلة المباركة المقدسة وصلوا إلى الأبواء مع صحبه وأصحابه أرواي رويها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكاف الشريف يقول أبو بصير فاستقر بين المجلس وقد وضع الإمام الصادق عليه السلام الطعام وأطابه أكثره وهذه من سجايا وأخلاق أهل البيض صلوات الله وسلامه عليه مجمعين وبينما نحن كنا مجغولين مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذ جاء غلام يعني غلام من غلمان الإمام الصادق عليه السلام قال سيدي إن حميد المصفات قد أصابها الطبق لأن حالة الولادة وقد أمرتها ألا في خصوص هذا المولود ما أن يأتيها شيء من علامات الولادة إلا أن تخبرك فخف الإمام أقدامه مسرعا وذهب ما مرت سويعات وإذا يقول أبو بصير رضوان الله عليه رجع إلينا الإمام الصادق عليه السلام ويطفح وجهه بالبشرى والسرور ويقول لقد ولد لي موسى خير من برأ الله سبحانه وتعالى سماه موسى تيمنا بنبي الله موسى صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحيات والصلاة والسلام وفعلا عندما رجع الإمام صلوات الله عليه إلى المدينة المنورة لمدة ثلاثة أيام كان يولم الولائم الإمام الصادق عليه السلام وبدأت علامات النبو وعلامات العظمة والهيبة والجلالة على الإمام الكاظم عليه السلام منذ نعومة أطفاره الرواية يرويها لنا يعقوب السراج يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وجدته وقد طأطأ برأسه على مهد ولده موسى بن جحفر في الأيام الأولى يقول كأنه يساره كأنه يحدثه يقول بقى مكث عنده ثم رفع الإمام رأسه سلمت على رده عليه السلام قلت سيدي أتحدث هذا المولود في هذه الأيام الأولى قال يا يعقوب ادنه من مولاك ادنه من مولاك وسلم عليه يقول وقفت قلت السلام عليك يا موسى بن جحفر ورحمة الله وبركاته يقول وإذا الإمام يرد علي السلام بلسان عربي فصيح وعليك السلام يا يعقوب السراج ورحمة الله وبركاته اذهب وغير اسم ابنتك التي ولدت لك فإن اسمها يبغضه الله سبحانه وتعالى اللهم صلوه الإمام الصادق عليه السلام أكد هذا قال خذ بأمره يا يعقوب فإنك ترشد أنا عندي وقف هنا أو وقفات الوقف الأولى تأييد الإمام الصادق عليه السلام للإمام الكاظم عليه السلام وهذا في نعومة أطفاله بهذه القضية أولا يرد السلام بلسان عربي فصيح ويخبر عن ما يجري في المدينة المنورة في هذه حالة من الحالات واقع من الوقاع يقول له اذهب وغير اسم ابنتك التي ولدت لك في ليلة أمس فإن اسمها يبغضه الله الإمام أيد هذا أولا ثانيا الكلام في المهد هذا ليس بعجيب لقد سبقه عيسى صلوات الله السلام عليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب و جعلني نبيا هذا القضية الثانية القضية الثالثة هي محل الوقوف و واقعا التأمل أن الإمام منذ نعومة أطفاله و في الأشهر الأولى قل في الشهر الأول كيف يعلم ما يجري في المدينة و غير المدينة كيف علم بذلك يعني ممكن هذا الرضيع هذا يدلل على ارتباط أهل البيت عليه السلام بالله سبحانه وتعالى و أن علومهم و خصوصا المعصومين نتكلم عنهم الأربعة عشر علومهم من الله سبحانه وتعالى و هذا هو التأييد الرباني لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مجمعين أنهم أهل القيادة و هم الذين يقودون الأمة و تلاحظ الإمام الكاظم عليه السلام منذ نعومة أطفاله بدت عليه علامات النبوء و الذكاء و المهابة و الجلالة و الإمام الكاظم عليه السلام حتى لا أطيل في هذه البطاقة الشخصية تصدى للإمامة في سنة 148 يعني و عمره عشرون سنة بعد شهادة أبيه الصادق عليه السلام من خلال السم الذي بعثه أو أمر أبو جحفر المنصور الدوانيقي أن يسم الإمام الصادق عليه السلام تصدى للإمامة و عمره عشرون سنة و استشهد سلام الله عليه في سجون بغداد في سجون هارون العباسي على المشهور سنة 183 هجرية البعض يقول 179 و البعض يقول 183 هجرية هذه الإطلالة حتى لا أخذ من وقت البرنامج ولكن هنا لا بد من التوقف حد مسألة مهمة جدا عقائدية نعم نعم تفظتم قلتم الإمام سلام الله عليه كان مطلع على الحوادث التي تقع في المدينة لذلك أخبر هذا الرجل يعقوب بأنه ولدت له بنت و قال غير اسمها نعم يعني عقيدتنا عقيدتنا في الإمام سلام الله عليه أن الإمام عندما يولد معصوما نعم يعني العصمة ليس بعد سن التكليف أو ليس بعدما يعني ينتقل الإمام الذي قبله مذن والده ثم يستلم مهام العصمة وتأتيه العصمة من ذلك الوقت لا العصمة تبدأ من ولادته ولكن هناك معصوم ناطق وهناك معصوم كما يصح التعبير صامت أحسنتم نعم بارك الله بكم نعم 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 نحن معكم في هذه العقيدة وهي عقيدتنا لكن أنا أفصل بين اعتقادي أهل السنة بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وكذلك أبين قول الشيعة أعلام أهل السنة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله هم لا يؤمنون بعصمة أهل البيت علي إلى الإمام المدينة لا يؤمنون بعصمتهم فهم يقولون النبي معصوم فقط في فترة التبليغ أحسنتم يعني عندما أصبح نبيا إلى يوم وفاته نعم وحتى هذا خولف لو كان كما يقرون أنه كان معصوما يجب أن يؤخذ بكلامه عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه نعم هذا أولا أما نحن نعتقد أن من اليوم الأول من خروج الإمام إلى يوم شهادة فهو محصوم محصوم ولذلك لو كان يوجد خطأ في حياة الإمام أو زيغ حاشا للإمام حاشا الله أن يجعل الإمام بهذا المستوى من الزيغ أو أن يتعلق بالأهواء كيف نقتدي بهذا الرجل ممكن أن يكون هذا الزيغ أو تعلقه بالأهواء أو انحدار الإمام مع الأهواء ومع الغرائز التي عنده هذا يدلل أنه ممكن أن يكون في وقت إمامته الفعلية كما سميتموها بالناطقية الإمام وعالة أنه عندما يتصدى الإمام ولذلك نقول منذ يوم الأول إلى يوم شهادة فهو محصوم أحسنتم هذه القضية مهمة أن أؤكد عليها سمحت الشيخ هناك معالم أيضا كثيرة بحياة الإمام سلام الله عليه ومهمة جدا ونحن أيضا لا يمكننا أن نتحدث عن كل هذه المعالم وحتى عن أهم هذه المعالم أيضا لا يسر أن الوقت وهو في حلقة واحدة نجد أن نتحدث عن إمام الكاون سلام الله عليه وأهم معلم في حياة الإمام سلام الله عليه قد يكون المعلم العبادي فكيف يتصف لنا ولمشاهدين الكرام هذا المعلم هي المعالم مهمة لكن أبرزها المعلم العبادي أنا في المعلم العبادي للإمام سلام الله عليه أستفيد استفادة أنا بحسب رأيه الشخصي وهو طبعا يشمل كل أهل البيت صلى الله عليه يشمل المعصومين الأربعة عشر أن عبادتهم عبادة تغييرية وليست عبادة تقليدية هذا ما أتبنى كيف يعني لاحظ أن نحن نحن في صلاتنا القرآن ماذا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والملكة لكن كثير من من يصلي لا تنهى صلاته عن الفحشاء والملكة أهل البيت عبادتهم تغير في المجتمع وأنا أذكر أدلة وشواهد لذلك عدنا شواهد لاحظ من الشواهد التي تلاحظ عبادة الإمام كيف تغير بالمقابل طبعا من له الأهلية للتغيير أذكر قضيتين على عجالة القضية الأولى حدثت في السجن هارون العباسي والإمام هو الإمام المزدون السلام عليك أيها المعذف في قعر السجون لاحظ عندما كان في بغداد هارون العباسي قد ابعث له هذه الجارية كان جدا جميلة وهارون ماذا يعمل بالجارية يعني للعبادة أم للقضايا أخرى للبغاء وللفساد وما إلى ذلك أراد أن يبعث هارون العباسي إلى الإمام لينظر ماذا يعمل الإمام الكاظم عليه السلام هذا يتصور هارون العباسي أن أهل البيت أنهم أناس عاديون لا أهل البيت أناس معصومون مكرمون عند الله لاحظ بعث هذه الجارية الإمام قال أنا ماذا أعمل بها قال سجنناك هارون العباسي سجنناك ليس باختيارك وتقبل هذه الجارية ليس باختيارك يوم يومين ثلاثة قال انظروا ماذا فعل موسى بن جحفر مع الجارية جاء الغلام الرسول هارون العباسي صعق عندما رأى هذا المنظر الإمام الكاظم عليه السلام قائما يصلي وإذا بالجارية ساجد خلف الإمام وتنادي بأعلى صوتها سبوح قدوس يا رب الملائكة والروح هذا عندما رأى هذا المنظر الغلام تعجل هارون العباسي نقل له هذا الحادثة أقول كيف هذه الجارية المعدة للعياذ بالله للفساد والبغاء والزنا والعياذ بالله كيف تحولت ببركة عبادة الإمام الكاظم لاحظ هذه العبادة الحق التي تغير بالمقابل هذا شاهد من الشواهد إذا سمح لي الوقت نعم أسلمت مع موسى للإله نعم تقول هكذا نعم نعم هذا واحد شاهد الأول الشاهد الثاني لاحظ ما عرفه وهذه القصة يعرفها المشاهدون والمشاهدات وأنتم ونحن قضية بشر الحافي بشر كان من الرجال المعروفين بماذا معرفين بالشرب الخام والتمتع بالجواري وما إلى ذلك يعني لم يكن على الطريقة أو على الجادة الحق نعم وإذا به في أحد الليالي في أيام الإقامة الجبرية للإمام الكاظم في بغداد الإمام في شوارع بغداد يتمشى وإذا بي خرج الجارية من بيت يعلو منهم صوت صوت الغناء والموسيقى فالجارية حتى ترمي الفضلات أوقفها استوقفها الإمام قال أيها الجارية لمن هذه الدار قالت هذه لسيدي بشر قال سيدي بشر حر أم عبد قالت أقول لك سيدي بشر حر قال صدقتي لو كان عبدا لاستحى من مولاه هذه الكلمة رجعت الجارية استوقفها بشر قال أيها الجارية لماذا تأخرتي هو يشرب الخمر لكن عنده غيره سبحان الله لماذا تأخرتي قالت استوقفني رجل عليه سماء الصالحين أثر السجود بين عينيه يمين مع الريح ذا هبت عليه والله ما رأت شفتيه سكتتا عن ذكر الله استوقفني قال لمن الدار قلت لسيدي بشر قال سيدك بشر حر أم عبد قلت حر قال صدقتي لو كان عبدا لاستحى من مولاه هذه الكلمة أيها الأستاذ الفاضل الذي خرجت من الإمام الكاظم عليه السلام كيف غيرت في بشر قال ويحكي هذه صفات العبد الصالح موسى بن جحفر من أي طريق سلك قال سلك هذا الطريق مشى أو ركض حافيا هرول حافيا وقبل الأرض التي يمشي عليها الإمام قال سيدي إني تائب هل لي من توبه قال أنتب تتاب الله عليك لاحظ هذا بشر الذي كان عاصيا وكان ليس على طريق الحق ولا على طريق العبادة أصبح رقما من أرقام العبادة والزهد في بغداد وطبعا المنطقة تسمى الآن منطقة الشيخ بشار هو اللي بشر منطقة بشر نعم جزاكم الله خير جزاء ننتقل لفاصل إن شاء الله ونعود لكم على هذا البحث أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فتابعونا عن أحمد بن عبد الله عن أبيه قال دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي أشرف على هذا البيت وانظر ما ترى فقلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأملت فقلت رجل ساجد فقال لي تعرفه هو موسى بن جعفر أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على هذه الحالة إنه يصل الفجر فيعقب إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس وقد وكل من يترصد أوقات الصلاة فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد وضوء وهو دأبه فإذا صل العتمة أفطر ثم يجدد الوضوء ثم يسجد فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر أحبتي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من هداة الأبرار كما أرحب بضيف البرنامج سماحتي الشيخ طالب الخزاعي أهلا وسهلا بكم سمحت الشيخ على أهمية هذا المعلم المعلم العبادي يعني هناك معالم أيضا أخرى منها المعلم الأخلاقي والمعلم الاجتماعي إذا يمكن أن نمزج بينهما في هذا المجال فكيف تبينون هذه المعالم للمشاهدين الكرام وإذا كان لديكم شيء من بقية من تبينونه للمشاهدين حول المعلم العبادي لاحظوا أي استاذ الفاضل للإمام الكاظم كلمة رائعة جدا وهو في سجن البصرة طبعا في البصرة لم يتأذى الإمام في سجن البصرة كما في سجن سندي بن شاهك في بغداد لاحظوا الإمام هذه الكلمة التي تشير إلى عبادة الإمام طبعا أكثر من سجن في بغداد نعم ثلاثة سجن الفضل بن ربيع سجن الفضل بن يحيى البرمكي وسجن السندي بن شاهك ثلاثة السجون الإمام يقول اللهم طالما دعوتك أن تفرغني لعبادتك ها وقد فعلت فلك الحمد يا رب العالمين يدعو الإمام الله سبحانه وتعالى أن يفرغه للعبادة وأنتم تفضلتم في مقدمة هذه الحلقة قلتم كان يصل النوافل الليلية بهذا الوضوء إلى صلاة الصبح نعم وله سجدة كما في هارون العباسي عندما يمر على السجن الفضل بن ربيع في بغداد الفضل بن ربيع يريد أن يحسس هارون العباسي بعظيم الجرم الذي الآن يعمله حيث سجن الإمام الكاظم على السلام قال أيها الأمير انظر إلى ساحة السجن هذا ينظر من الأعلى هارون العباسي قال أرى ثوبا ملقا مطروحا على الأرض قال دقق أيها الأمير قال أرى رجلا ساجد قال من هذا؟ قال هذا موسى بن جحفر يريدي حسسه بعظم الجريمة هذا رجل عابد من أهل العبادة ما له وأنت ما لك وله حتى تزدني لاحظ هنا قال هارون العباسي إنهم الرهبان بني هاشم قال أعلم أيها الأمير إن له سجدة من بعد طلوع الشمس لا يرفع رأسه إلا أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر سجدة للإمام سجدة واحدة للإمام الكاظم عليه السلام حتى لا أخذ وقت البرنامج لاحظ هذه شمة من عبادتي الإمام الكاظم عليه السلام لكن أنا أقول الذي أردت أن أجعله عنوانا مهما هو أن عبادة الإمام الكاظم عبادة تغييرية وليست عبادة تقليدية كمثلي وأمثالي نعم أحسنتم إذن ندخل إلى الجانب الأخلاقي الاجتماعي تفضل لاحظوا أنه هذا المعالم الأخلاقي والاجتماعي في حياة كل واحد من أهل البيت هي واضحة لكن الوقائع والحوادث لكل إمام تختلف لاحظ هذه القضية يمر الإمام الكاظم عندما يخرج هو وتلامذته ما أن يخرج واحد من أحفادي أحد الصحابة رجل عمري هذا يتلقى الإمام الكاظم بالسب والشتم من الصباح أصحاب الإمام ما يتحملون يضعون أيديهم على مقابض سيوفهم قال دعوني والرجل أنتم توطيعوني؟ قالوا نعم قال دعوني والرجل دعوه يشتم يسب دعوه يتركوه الإمام حاول أن قال هذا وين يسكن الآن؟ قال له عنده ضيعة خارج على أطراف المدينة المنورة يذهب الإمام الكاظم عليه السلام طبعا ماكو طريق للدخول إلى مزرعته وإلى هذه الضيعة وإلى بستانه فابطر الإمام أن يدخل داخل الزرع الذي يلي هذا الرجل نعم فقال الرجل أرفع صوته قال لقد أفسدت علي زرعي الإمام ما تكلم إلى أن وصل إليه سلم عليه أذاك رد السلام قال أيها الرجل كم أنفقت على هذا الزرع قال مئة دينار مئة دينار ذهب طبعا قال كم ترجو قال أني لا أعلم الغيب قال أنا لا أسألك أن أنت باليقين كم ترجو كم تتوقع قال توقع مئتي دينار قال أخذ هذه صرة بها ثلاثمائة دينار وزرعك على حاله لك وزرع لك هذا الرجل لاحظ من الشتم إلى السب يشاهد هكذا تفاعل والإمام لا يرد عليه لا بالسب ولا بالشتم ولا بموقف غير يعني ناسب السب والشتم أنه يقول له هذه ثلاثمائة دينار وكما تفضلتم أنه صرار موسى إذا وصلت إلى أحد كيف يفتقر وتصل إليه صر من صرار موسى هذا استغرب انصدم بجبل من الأخلاق من الشمم واقعا وإذا به لاحظ كيف يؤثر الإمام يعني قريب إلى العنوان الأول للعبادة التغييرية وليس التقليدية يقف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يقول الله أعلم حيث يجعل بسالة هذا على عجالة في الجانب الأخلاق الجانب الاجتماعي لاحظ أيها الإستاذ الفاضل توجد قضية مهمة الإمام وفيه هو اجتماعي وجنب السياسي أن الإمام الكاظم عليه السلام تبنى رفض الدولة العباسية كان يتبنى أنه يقول ملعون من سجل اسمه في ديوان بني العباس من شيعة يقولهم لس سجلون أسماءكم في ديوان بني العباس لكن تلاحظ الإمام رغم هذا الرفض وله شاهد هذا الجانب أنه الإمام كيف يتعامل يعني ولعلي أمزج بين الجانب السياسي والاجتماعي الإمام الكاظم عليه السلام عنده أحد أصحابه وتلاميذه هو صفوان الجمال صفوان الجمال كان عنده جمال هاي يكري الجمال يأجرها لمن لهارون العباسي أريد أبين أنه كيف كان يتبنى الرفض لدولة من العباس وكيف يتصرف اجتماعيا لأجل الشيعة قال يا صفوان كل شيء منك جميل ما خلى شيئا واحدا قال سيدي ماذا قال كراءك جمالك أو كراءك الجمال لهذا الطاري يارون العباسي قال سيدي أني لم أكري هذه الجمال لا أشرا ولا بطرا إنما أكريها له وأجرها لهذه الجمال لفريضة من فرائض لا للحج يريد أروح للحج أنا أعطي هذه الجمال كيف نقول نحن الآن سيارات وطائرات هذه الجمال ثانيا أنا لم أذهب معه أنا ما أذهب معه أنا أبقى في الكوفة وهو الغلمان اللي عندي العمال اللي عندي يذهبون معه قال أسألك سؤال يا صفوان أتحب بقاءه إلى أن يأتيك الأجر الكراء قال نعم قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم لاحظ رفض الإمام الكاظم عليه السلام لهذه القضية يقول ثاني يوم وإذا بصفوان الجمال يبيع كل الجمال عرف وصلت التقارير إلى هارون العباسي أن صفوان الجمال ترى باع الجمال بعث عليه قال ليش محت الجمال قال أني كبرت أنا رجل أصبحت كبيرا والغلمان لا يؤدون الأوامر اللي أنا أطلبها مناتهم دائما تلاحظ الجمال ليست بحالة جيدة قال أنا أعرف من الذي أمرك بذلك قال أني كبرت أيها الأمير قال أنا أعرف من أمرك بذلك وهو موسى بن جحفر قال وما لي وموسى بن جحفر قال هارون العباسي لو لا صحبتك الحسن معنا لقتلتك ولكن أنت عندك صحبة يعني جيدة علاقة جيدة مجاملات وعلاقات طيبة ولذلك أنا ما أقتلك لاحظ هذا الرفض الشديد للتعامل مع السلطة العباسية وبإذا بالإمام يجيز لبعض أصحابه هذا لتبين القضية الاجتماعية المهمة أن الشيعة يجب أن نعمل كل ما عندنا في سبيل قضاء حوائج الشيعة وأن يكون الشيعة بالمستوى اللائق هذا الذي يتأكد عليه المعلم الاجتماعي المهم الذي نحتاجه في هذه الأيام الإمام رغم هذا الشعار وهذه الفتوى الواضحة لحرمة التعامل مع بني العباس لكن أجازة لبعض تلامذته وأصحابه وبعض الشيعة هم شخصان واضحان شخص الأول المعروف وهو علي بن يقطي والثاني موسى بن إبراهيم المروزي ترى موسى بن إبراهيم المروزي كان مدير شرطة بغداد مدير الأمن وزارة الداخلية بيدا نصح التعبير باصطلاحنا المعاصر موسى بن إبراهيم المروزي وهذا هم ساعد الإمام الكاظم عليه السلام في بغداد أيام السجن وكان ما يعرف أنه من شيعة التقية لكن علي بن يقطين رضوان الله عليه لحظ الإمام الكاظم عليه السلام أتى له علي بن يقطين سيدي وهذا طبعا من تلامذة تلامذة الخلصة الإمام الكاظم وعنده تأليف عنده كم كتاب في روايات والرجل ثقة عند كل الرجاليين الشيعة يعتبرونه علماء الشيعة فقه الشيعة من الثقات إذا ورد في الرواية لاحظ يقول لسيدي هذا الطاغ طالما يلح عليه أن أعمل معه قال يا علي بن يقطين أضمن لي واحدة أضمن لك ثلاث قال سيدي ماذا تضمن لي قال أضمن لك أن لا يعل السيف رقبتك أبدا ولا تستظل تحت سقف سجن أبدا ولا تفتقر أبدا ولا يدخل الفقر بيتك أبدا إعدام ما موجود السجن ما موجود فقر ما موجود ماذا أضمن لك قال أن لا يأتيك ولي من أوليائنا إلا وقضيت حاجة قال ألا أنعم أنك عينه وفعلا علي بن يقطين عمل ما عنده من قصارى جهده في سبيل أن يرفع المستوى المعيشي للشيعة هل تدري كان يستعمل قضية الإجارة والنيابة للحج حتى يرفع المستوى المعيشي للشيعة كان يقولهم حج عن أبي مثلا فدمتين من الشيعة يعطيهم أموال إذا كانت فرضا النيابة بخمسمائة دينار هم يعطيهم ألف دينار حتى ماذا بقضية النيابة قضية عبادة هو يرفع المستوى المعيشي لهم التقصير واحد قصر علي بن يقطين أن يأتي له إبراهيم الجمال وليس صفوان الجمال إبراهيم الجمال ذاك الذي ذكرناه صفوان الجمال ثاني إبراهيم الجمال لما يريد يدخل عليه في بغداد على الديوان الغلمان الحرس يقولون أن أن علي بن يقطين أن الوزير وزير الدولة هو مشغول عنك رجع هذا إلى الكوفة في نفس السنة توفق للحج علي بن يقطين حج بيت الله الحرام ذهب إلى المدينة المنورة زار قبر النبي صلى الله عليه وآله يريد يجدد عهد بالإمام الكاظم عليه السلام يريد يدخل عليه منع الإمام يمنعون الغلمان قال أنا من تلامذة الإمام علي بن يقطين تعرفوني أنا درست عند الإمام منعون أن سيدنا ومولانا موسى بن جحفر يقول لا تدخل عليه الآن استخدم قضية الرسمية قال أنا وزير الدولة قال أولا وزير الدولة يمنعك الإمام انتظر إلى صلاة الفاجر الإمام توجه إلى مسجد النبو الشريف هرول إليه علي بن يقطين أخذ إيد الإمام قبلها سيدي هل جرى مني تقصير صدر مني تقصير قال لا غفر الله لك ولا قبل حجك ولا سعيك سيدي ماذا عملك قال لأنك رددت وليا من أوليان شيع من الشيعة ما قضيت حاجته هذا الشيع اللي يصير فيه منصب فيه منصب عالي ومحا عنده حوائج الناس تقضى الأموال ويقصر لاحظ الإمام يقول له لا غفر الله لك ولا قبل حجك وسعيك قال سيدي كيف يعني يغفر لي ويقبل حجي وسعي قال إنني يرضى عنك أبراهيم الجمال أحصلتم جزاكم الله خير جزاء هذه قضية مهمة جدا ولكن ليس لدينا الوقت أن نعلق أكثر من ذلك أعزائي المشاهدين نذهب إلى أفاصل ونعود إليكم فابقوا معنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيداء الزكاة وكانوا لنا عابدين أحبتي المشاهدين أرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم الهدات الأبرار كما أرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ طالب الخزاعي أهلا وسهلا وحياكم الله حياكم الله سماحة الشيخ سماحة الشيخ طبعا بهذه العجالة نحن أيضا يعني معالم أخرى توجد في حياة الإمام سلام الله عليه ومن أهم هذه المعالم أيضا الجانب الولائي والعقائدي إذا صح التعبير يعني يمكن أن نعبر عنه هناك رواية أذكرها يعني جنابكم سماحة الشيخ أذكرها الزمخشري في ربيع الأبرار نعم طبعا هذه الرواية طبعا أذكرها نصر الرواية وثم التعليق أن هارون العباسي كان يقول لموسى عليه السلام خذ فدكا وهو يمتنع فلما ألح عليه قال ما آخذها إلا بحدودها قال هارون وما حدودها قال الحد الأول عدم نعم فتغير وشه الرشيد قال والحد الثاني أجاب عليه السلام سمر قند فأربد وشه الرشيد طبعا ها كلمة الرشيد من الرواية نعم وقال والحد الثالث قال أفريقيا أحسنت فسود وشهه قال والحد الرابع قال سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينيا أحسنت فقال هارون فلم يبقى لنا شيء فتتحول في مجلسي فقال موسى عليه السلام قد أعلمتك أني أو أني إن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتله واستكفى أمره هذه الرواية طبعا هناك بعض المحققين من علماء حفظهم الله الله يحفظ العلماءنا جميعا ويرحم الماضين منهم يقول هكذا يقول هذه الرواية أيضا في زمن المهدي ابن المنصور وردت وردت في زمن المهدي ابن المنصور قبل زمن هارون العباسي وعنده هو في رأيه هي الأصح في زمن المهدي الظروف كانت مهيئة في زمن المهدي لأن المهدي أراد أن يرد بعض ما أخذ من الشيعة ومن العلويين وكان يعني نعم واضح الظروف الموجودة سياسة المهدي كانت تستدعي هذا الأمر أما في زمن هارون هذا العالم المحقق يقول لا قد مستبعد ولكن الرواية موجودة لا ضير في ذلك وردت في زمن المهدي العباسي أو في هارون العباسي المهم أنها صدرت نعم صدرت والمحقق المعاصر حفظه الله عنده التفاة لطيفة لأن المهدي العباسي أراد أن يرجع في بداية السياسة السياسة التي بدأ بها ماذا أراد أن يستقطب وجوه الناس ويجعل الشعبية له الجماهيرية له من هذه الأمور المهم نحن نريد أن نشير إلى هذه القضية تفضل لاحظوا أن فدك هي في الواقع ليست حدودها نعم حدود هي تبعد عن المدينة مسيرة يومين نعم وفيها من النخيل والأشجار وما إلى ذلك وهي طبعا حصل عليها النبي صلى الله عليه وآله بدون قتال فهي تحتبر من الأنفال كلها للنبي صلى الله عليه وآله تلاحظ حتى نزلت نزل فيه أو نزل في خصوص فدك قوله تعالى وَآتِ ذا القُرْبَ حَقَّه قال جبرايل صلى الله عليه وسلم طبعا هذا يرويها الصيوط في الدر المنثور الثعلبي كذلك في تفسيره يقول قال جبرايل عليه السلام أعطي فدكا فاطمة أعطي لي فاطمة فدكا هذا لا غبارة فيه نعم فهي إذن الأرض التي تبعد عن المدينة أحسنتم وكان واردها السنوي اختلف سنة من أحد من السنوات كان الوارد 24 ألف دينار في أحد السنوات 40 ألف دينار في أحد السنوات 70 ألف دينار هذا حسب المحاصيل الزراعية محل الشاهد يعني هنا الإمام لماذا السؤال هو هذا لماذا يقول فدكنا حدود الدول الإسلامية أحسنتم هو هذا نؤكد عليه هنا جانب ولائي وعقائدي مهم أنه يشير إلى أن مطالبة الزهراء عليه السلام بفدك لم تكن من باب أنها فدك لا من باب أنها تمهد الأمور للمطالبة بولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليه هذه قضية مهمة وهذا يعني فدك ترمز إلى شيء ترمز إلى ولاية أهل البيت صلى الله عليه السلام وعليهم لذلك صاحب شرح النهج الشريف ابن أبي الحديد المحتزلي يقول سألت علي ابن الفارقي مدرس المدرسة الغربية في بغداد معروف يقول رجل ثقيل رجل ثقيل رزن وعالم قلت هل كانت فاطمة صادقة في مطالبتها الخليفة بفدق قال نعم قال إذا كان الصادقة وقلت له إذا كان الصادقة لماذا لم يردها الخليفة قلت بسم وهو رجل ثقيل رزن قال لو صدقها اليوم لجاءت له غدا يعني في يوم ثاني وتطالب بخلافة بعلها علي بن أبي طالب صلى الله عليه باصطلاحنا المعاصر سد عليها سد الخليفة وهو الصحابي أبو بكر سد الباب على الزهراء من البداية يعني سد النهر عليها من البداية يعني منحها من فدك محل الشاهد هذا هذا منهج من مناهج الإمام الكاظم عليه السلام للتبليغ لولاية علي وآل علي صلى الله عليه وإحياء لمظلومية الزهراء صلى الله عليه هذا جانب عندنا جانب آخر من الأمور التي أكد عليها الإمام الكاظم عليه السلام لاحظ أيها الأستاذ الفاضل بن العباس أرادوا أن يربطوا أنفسهم بالنبي صلى الله عليه وآله باحتبار القائد العام والنبي هو رسول الله صلى الله عليه وآله يحاولون أن يقولون نحن أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله ولذاك بما أن نحن أبناء عم النبي نحن أحق بالخلافة بخلاف بني أمية يعني نحن أولاد العباس بن عبد المطلب فنحن مبعيدين عن النبي نحن أحق بالخلافة واستخدم هارون العباسي هذا الإسلوب لأنه من دما جاء إلى المدينة المنورة وقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله قال السلام عليك يا ابن العم ورحمة الله وبركاته الإمام الكاظم عليه السلام لاحظ المنهج الولائي والعقائدي كان يصلي أنهى صلاته التفت رفع صوته أمام الناس القادة كانوا موجودين الضباط كانوا موجودين الناس المؤمنون المسلمون كانوا موجودين هنا دور الضربة العقائدية والولائية قال السلام عليك يا أبتاء يا رسول الله من هو الأقرب ابن العام أم الإبن الإبن واضح استغرب هارون العباسي عرف أنه هذا منهج عقائدي ولائي قال يا موسى بن جحفر بأي شيء جعلت رسول الله أن يكون لك أب قال أنا أسألك سؤال أيها الأمير لو الآن بعث الله رسول الله من قبره حيا وجاءك خاطبا لواحدة من بناتك ماذا تقول؟ قال لي الشرف على العرب والعجم أن أزوج رسول الله واحدة من بناتي قال أما أنا الإمام الكاظم عليه السلام أمام الناس صاد الكلام أما أنا فلا هو يخطب مني ولا أنا أزوجه قال لماذا؟ قال لأنني أنا ابن فاطمة مت محمد هو جدي رسول الله كيف يخطب مني؟ وكيف أنا أزوجه؟ قال أحسنت لكن هي هذه الكلمة وهذا الموقف حمل الإمام الكاظم عليه السلام ضريبة السجن أحسنت وفي نفس هذا الموقف أخرج هارون العباسي موكبين موكب راح إلى البصرة وموكب ذهب إلى بغداد والناس هم ضجت قالوا هذا موسى بن جعفر هذا بالرسول الله هذا العبد الصالح لماذا؟ قال نحن سنأخذه لبغداد لنستفد من علومه ولنتبرك بعلومه وهم خذوه إلى البصرة أول سجن في البصرة ومن البصرة بقى هناك ستة أشهر أو سنة وطبعا كان الوالي على البصرة عيسى بن جعفر ابن المنصور الدوانيقي وهذا الرجل كان منصفا واقعا ورغم كل السلبيات لكن كل واحد بعض الأمراء بعض القادة بعض الشخصيات اللي يحكم له سلبيات لكن له بعض الإيجابيات هذا كتب كتابه إلى هارون العباسي قال أنا أستمع لصالي ستة شهر أو سنة ما سمعت هذا الرجل يدعو لا عليك ولا عليك ما عنده شيئاني يدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة بالتوبة يتضرع إلى الله فإما أن تأخذه مني أو إما أن أطلق صراحة أنا ما أتحمل هكذا رجل صالح أنا أسجنه ولذلك بعث هارون العباسي أخذه من البصرة إلى بغداد وأول سجن سجن الفضل بن الربيع وكان مرتاحا للإمام رغم أنه سجن لكن فيه السجن الثاني وهو السجن الفضل بن يحيى البرمكي هذا كانهم يعتني بالإمام لكن السجن الثالث وهو السجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه هذا الإمام لأن كان طامورة تحت الأرض وتأذى الإمام والإمام فارق هذه الدنيا بسم بواسطة يعني من خلال أمر هارون العباسي بواسطة السندي بن شاهك من خلال رطب وضع السم وذهب شهيدا إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليك هناك سمحت الشيخ أيضا من يتأمن في هذه المسألة في مسألة الطامورة يعني أحد المحققين من علمانا أيضا المعاصرين يقول إذا كانت هذه طامورة كما تصف يعني يصف بعض المؤرخين ينقل هكذا وهذه قصة الجارية التي تفضلتم بذكرها نعم في هذه الحلقة يعني كيف تكون طامورة وكيف تكون هذه الجارية معه ويراها وتراها ويعني لابد أنه القضية مبالغ فيها لا ليس مبالغ فيها أنا أحب أن أجيب هذا وكان محققا عالما فقيها أجيب ما دامنا في هذه الفضائية المباركة لم يكن سجن واحد في بغداد لا 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 لم تكن الجارية في قضية الطامورة لم تكن كان عندنا السجن الأول سجن الفضل بن الرميع في بغداد نعم وهذه الرواية أو هذه الواقع التي ذكرت لم تقل في الطامورة أنا أما في سجن الفضل بن الرميع أو سجن الفضل بن يحيى البرمكي وهنا أنا كان أول ما سجن الإمام نعم المفروض الفقيه المحقق المتدبر أن يلتفت إلى الوقاع نحن لا يصير عندنا شيء أنا أحب أن أذكر حتى يسمع أخواننا المشاهدين والمشاهدات أنه لا كل شيء مباشرة نرفضه هذا مبدأ التشكيك ومبدأ رفض كل الوقاع مظلومية إلى البيت عليه السلام ما عندنا ما عندنا ما عندنا شيء يقول في الطامورة نعم سمحت الشيخ إذا تسمع لي خلنا يكون موضوعي في النقل حتى يكون دقيق إذا كانت هذه الرواية مالجارية في الطامورة يعني فيه سجن السند بن شاهك وهو الذي يعبر عنه في الطامورة فهذه مبالغ فيها قضية الطامورة إذا كانت هذه المساعدة نعم ولذلك نحن أحد الاحتمالات حتى نرى فيه سجن آخر أما سجن الفضل بن الربيع أو سجن الفضل بن يحي البرمكي ثانيا كيف دخل علي بن سويد رضوان الله عليه اللي هو من تلامذة الإمام الكاظم عليه السلام كيف دخل وزار الإمام الكاظم عليه السلام استعان بالمشعل ودخل هذه من القضايا التي يفكرها نعم البعض الآن لحق قبر الإمام الكاظم عليه السلام صار محلا لقضاء الحوائق أحسنتم جزاكم الله خير جزا ونسك الختام نختم بهذه قول الإمام سلامه الله عليه موسى بن جعفر سلام الله هذه رواة الخطيب في تاريخ بغداد بسندي عن محمد بن اسماعيل قال بعث موسى بن جعفر إلى الرشيد من الحق رسالة نعم هي هذا هو قول الإمام أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء حتى نفضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطيون هذا ختام هذه الحلقة التي تناولناها عن الإمام الكاظم سلام الله عليه عن أهم المعالم في حياة الإمام الكاظم سلام الله عليه أعزائي المشاهدين طبعا في نهاية هذا النقال نقدم الشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ طالب الخزاعي الأستاذ الحوز العلمية والخطيب الحسيني المعروف والشكر موصولي لكم أيها الأحبة الكرام على حسن المتابعة وكذلك إلى إخواني وعزائي المشرفين على هذا البرنامج المضارك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة